يرهر كثير من أبنائنا الطلبة خاصة أبنائنا الطلبة اللي يسكنوا في المناطق الريفية في المناطق الحدودية البعيدة اللي بيها شبكة الانتنة الضعيفة الحمد لله والشكر تم يعني هناك تعاون جدا قوي وسريع بين وزارة التعليم العالي والبحث الألمي والفريق التعليم الإلكتروني مع هيئة الإعلام والاتصالات مشكورين الأخوة وكذلك مع شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة اللي هي شركة زين الأراب وشركة أسيسل وشركة كورك نطلب هذه الاستمارة أرقام هواتف الطلبة في كافة أنحاء العراق حقيقة الطلبة اليوم مدعوين إلى تزويد أرقام تليفوناتهم إلى جامعاتهم حتى توصل هذه القوائم إلى شركات الاتصالات وبالتالي شركات الاتصالات مشكورين متعاونين معنا بتوفير حزمة انترنت مقدارها 500 ميجا بايت مجانية يومية في طوال فترة الامتحانات حتى أبنائنا الطلبة يستطيعون استخداموا هذا الانترنت بشكل بجاني ووصول إلى المنصات الإلكترونية نحصل على المنصات الإلكترونية الصحيحة التي تستخدمها الجامعات يعني ليس أدوات الاتصال الأخرى المنصات الإلكترونية بالحقيقة تستخدم أقل أرض حزمة ممكنة وهذا شيء جيد يعني بالتالي الدمار طالب يدخل إلى المنصة الإلكترونية هو يحتاج أقل ما ممكن من أرض حزمة الانترنت حتى لو كانت بطيئة هي كافية بالكامل لأداء امتحان الإلكتروني طيب دكتور هيا فقط